54 وزيراً ومن بدرجته في دائرة الاتهام من بين 11605 متهمين أرقام أصبحت مكشوفة على الملأ تحت عنوان استرداد أموال العراق وملاحقة حيتان الفساد خارج البلاد ذلك محور البيان الذي أعلنته هيئة النزاهة التي أثمرت جهودها في جودة تقاريرها السنوية من حيث ملاحقة المطلوبين معزز اسم العراق في تقارير منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي بعد أن أعلنت تحسناً واضحاً وتقدماً في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مؤشر مدركات الفساد التي تصدره المنظمة المفاجأة الأكثر حضوراً في معادلة التفاعل باسترداد أموال البلاد ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت من خلاله هيئة النزاهة عن تمكن العراق ولأول مرة من اختراق السرية المصرفية الدولية في سويسرا مضيحة أن ذلك جاء عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد الأموال مع التأكيد على أن الاختراق تم من خلال إجراءات قانونية تمكنت بغداد بموجبها من الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا التحقيق في أكثر من 15 رليون دينار عراقي أوقفت هدر قرابة 643 مليار دينار منها جهود يشد العراقيون على يد هيئة النزاهة بالاستمرار والعمل عليها لحفاظ حق العراق المالي وملحقة الفاسدين والهاربين والمطلوبين الذين استنزفوا خزينة البلاد على مر سنوات طويلة اشتركوا في القناة